عباس بن فرناس الطيار المبتكر الأول قام بتقديم تقنية خميائية لإنشاء الكريستال الصخري عباس بن فرناس لطالما كان الطيران حلما بشريا قديما فالتاريخ مليء بمحاولات تسعى لتحقيق المستحيل والتحليق بين الغيوم وعندما نذكر الطيران نتذكر مخططات ليوناردو دافينشي مشاريع كيلي تجارب وأعمال الأخوين رايت مع مجموعة من العلماء والفنانين اللاتينيين والأوروبيين ولكن لا أحد يمكن له نسيان الطيار الأول في تاريخ الحضارة الإنسانية العالم عباس بن فرناس الذي لم تشتهر تجربته عالميا مع أنها كانت الخطوة الأولى المحاولة الرائضة الرامية لقهر المستحيل والتي كانت بمثابة القفزة الأولى إلى صدر السماء التي لم يقم بها أحد ما وينجزها هذا الشخص الاستثنائي وينجزها هذا الشخص الاستثنائي عباس بن فرناس عباس بن فرناس فاجأ العالم برحلة الطيران التي قام بها إذ هم بالطيران لمدة عشرة دقائق بآلة أثقل من الهوى الإنجاز الذي أذهل الجميع ولم يقم به أحد حتى العصر الحديد فقد قام بالطيران قبل ألف عام من محاولة الأخوين ريت الأولى في الطيران فمن هو عباس بن فرناس عباس بن فرناس بن ورداس أبو القاسم التاكوروني القرطبي مخترع أندلسي من أهل قرطبة أصله بربري ولد في تاكورنا وعاش في القرن الثالث الهجري في كنف بلاط الأمويين في قرطبة لم يؤرخ الكثير عن بداية حياته وطفولته ولكن ما هو مؤكد أنه خلال نشأته كان قد تلقى العديد من العلوم وبشكل مكثف الأمر الذي مكنه من الإلمام بالعديد من التخصصات العلمية بنفس الوقت وزاد شغفه في التعلم ليقوده الطريق إلى مدينة قرطبة شعلة الأندلس العلمية وأغناها فيعرف ابن فرناس في المدينة على أنه عالم مخترع له أفكاره الفلسفية وبعض التجارب في الخمياء ملم في الموسيقى وعلم الفلك والتنجيم حتى أنه في القرن التاسع للميلاد عرف بكونه حكيم الأندلس وصل ابن فرناس إلى قرطبة وعاش فيها بين عهد الأمويين عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول وعمل على تطوير معرفته التي أغنت فنونا وعلوم ديوان الأميرين ما يحسب لبن فرناس في العلوم أنه أول العلماء في الأندلس لا بل في أوروبا قاطبة من قام باستعمال الجداول الهندية الفلكية جداول السند والهند والتي كان لها فضل كبير في تطور علوم أوروبا وخاصة خلال العصور الوسطى وهي التي تقوم على إجراء دمج بين دراسة الموسيقى والحساب مع الهندسة والفلك كما قام ابن فرناس بتقديم ثقنية خميائية لإنشاء الكريستال الصخري وذلك عبر تطويره لمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إنشاء بلورات المعادن المختلفة كما أنه ابتكر عقارب الساعة والتي كان صنعها عملية بالغة التعقيد حيث استعمل الماء كسائل محرك لها وعبر مجموعة الفتحات قام بالتحكم بمدى تدفق السائل فيها وذلك من خلال الصمامات التي توضع في الساعة وتمكنت هذه الساعة من تحديد الوقت خلال الليل أو النهار وهو ما كان سابقة لا مثيل لها في تلك الفترة الزمنية ينسب لابن فرناس أول استرلاب كروي يصنع في أوروبا والذي يتم استعماله للقيام بالقياسات الفلكية الحسابية بشكل تقريبي حيث كان يعمل من خلال تحريك حلقات الاسترلاب تبعا لحالة مدارات الكواكب السماوية كما أن ابن فرناس كان صاحب معرفة وإلمام واسعين بعلم الفلك إذ قام ببناء قبة فلكية قابلة للتحرك بشكل ميكانيكي في قرطبة موفرة فيها مجموعة من المؤثرات التي تحاكي حالات المناخ المتغيرة من عواصف البرق وصوت الرأت عاصر ابن فرناس ليوناردو دافينشي الشهير حتى أنه قد سبق الأخير بنحو ستة قرون في تصنيع المظلات والمصموعات اليدوية التي تستعمل في الطيارة العالم برمته يقدر لابن فرناس مساهمته الكبيرة وهو أول طيار اخترق الجو أراد الطيران حيث صنع رداء كساه بالريش وثبت عليه جناحين وقفز من جبل عال محاولا للطيران وطار في الجو مسافة بعيدة ثم سقط فتأذى في ظهره لأنه لم يعمل له ذنبا ولم يدر أن الطائر إنما يقع على زمكه وقد كانت أولى محاولات ابن فرناس في الطيران سنة 852 للميلاد وذلك عندما وقف أعلى برج مسجد قرطبة وقفز منها إلى الفراء مستخدما مظلة قماشية وكانت نتيجة هذه المغامرة المجنونة هي هبوط بطيء مع ارتطام وبعض العظام المكسورة هذه المحاولة التي شكلت لدى ابن فرناس هاجسا بأنه يمكن له أن يجعل من تجربة الطيران هذه خطوة ناجحة في الواقع هذه الحادثة كانت الاستعمال الأول للمظلة في الهبوط في تاريخ البشرية لم ينتهي الأمر هنا بل إنه بعد عدة سنوات وتحديدا في سنة 875 للميلاد قام ابن فرناس بتصميم طائرة شراعية بسيطة تقوم على هيكل من خشب الزان ونسيج حريري وبما أنها للطيران فقد أضاف أبو القاسم ريش الطيور لتزيينها وعند الانتهاء من صنعها سارع لوضع الحسابات اللازمة حتى يتمكن من ارتدائها وتجربتها من أعلى تلة في مدينة قرطبة مع ثقة عالية بأن اختراع هذا سيكتب له النجاح حيث قد جمع أعيان المدينة ومجموعة من علمائها ليحتشد معهم المئات منهم أمير الأندلس رمى عباس بن فرناس بنفسه لتحمله التيارات الهوائية لفترة امتدت بين الدقيقتين والعشرة دقائق ولكن الهبوط كان المشكلة إذ لم ينجو طيارنا من عزم الهبوط ولكنه كان الإنسان الأول الذي يقوم بالطيران عبر آلة ثقيلة والمدة التي تمكن من الطيران خلالها لم يتمكن أحد من بلوغها إلا بعد مرور ألف سنة وذلك على يد الأخوين ريت وذلك في العام ألف وتسعمائة وتلاتة للميلاد